وفقا لتفاهمات تمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أمريكية كشفت عنها وسائل إعلام دولية مؤخرا لخفض التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية تم بموجبها وقف التصويت على مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي والاكتفاء بإصدار بيان رسمي تفاهمات لاقت انتقادات شديدة من قبل الأوساط السياسية الفلسطينية داعين السلطة للتراجع عن ذلك والاستمرار في معركتها القانونية ضد الاستيطان لا يجوز للسلطة أن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة وهي تعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يتغول بالاستيطان والإعدامات الميدانية والقتل وأنه لا رهان على الولايات المتحدة بهذه الصفقة أو غيرها الفصائل الفلسطينية قالت أن أي صفقات وتفاهمات يتم التوصل إليها لن تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني مؤكدة أن استجابة السلطة لهذه الضغوط يمثل طعنة في خاصرة نضاله ومقاومته الشعبية أي تفاهمات واتفاقيات من شأنها أن توقف حالة المقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية هو ضرب لإرادة الشعب الفلسطيني ولخيار الشعب الفلسطيني وضرب لكل القرارات الوطنية قرارات الإجماع الوطني وضرب لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وبحسب حقوقيين فإن إسرائيل زادت من انتهاكاتها خلال الأشهر الماضية ضد الفلسطينيين منها عمليات القتل الميداني والاعتقال إضافة لشرعانة بؤر استيطانية جديدة مؤكدين أن إسرائيل لن تتوقف عن سياستها ويجب على السلطة محاسبتها وليس إبرامو تفاهمات معها هذا يعني التسليم بما قامت به دولة الاحتلال من إقرار شرع عن التسع بؤر استيطانية وأكثر من عشر تلاف وحدة استيطانية عدا عن سياساتها وجرائم المستمرة بحق المواطنين لذلك نطالب وقف هذه السياسة وهذا النهج اللا أخلاقي واللا قانوني والذي سيؤثر على حقوق الفلسطينيين ويمنح إسرائيل فرص لفرض مزيد من الحقائق على الأرض وتنص التفاهمات حسب ما تم نشره على وقف الإجراءات أحادية الجانب بشكل مؤقت وتعليق هدم منازل الفلسطينيين وتخفيض مستوى اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية وتجميد الاستيطان لكن مراقبين يرجحون عدم التزام إسرائيل بها حتى هذه اللحظة لم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه التفاهمات بالنفي أو التأكيد لكن المؤكد على أرض الواقع يقول أن إسرائيل ماضية في بناء المستوطنات ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية عامر الفررى اليوم قطاع غزة